اكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة على الدور البارز الذي يطلع به المجلس الدولي للتمور في تطوير الصناعات التحولية المرتبطة بزراعة النخيل جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة الوزير في اجتماع الدورة الثالثة للمجلس في العاصمة السعودية الرياض وأكد الوزير خلال كلمته على دعم مملكة البحرين لأهداف المجلس الدولي للتمور الرامية إلى تعظيم الشراكة الدولية للنهوض بهذا القطاع وتأمين استدامته مشيرا إلى أن البحرين تفخر بعضويتها في المجلس الذي يهدف إلى رفع معدلات الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وشدد الوزير المبارك على أهمية المساعي المبذولة لتعزيز زراعة وتجارة التمور واتخاذ كل الخطوات لتحسين كفاءة وتطوير الإنتاج والجودة وفقا لمتطلبات السوق العالمية ترجمة نانسي قنقر